أنا النهاردة أول حلقة ليا في 23 حب أن أبدأ حلقتي بالأمل وبالابتسامة اللي نفسي أن احنا نبدأ به كلنا 20-23 نبدأ بالتفاقل والأمل والطاقة الإيجابية الأمل ده يا جماعة كلمة من ثلاث حروف بس الحقيقة ليه ملايين المعاني الأمل هو اللي بنقدر نعيش به ونحقق به أحلامنا ونتحمل به يعني ألمنا عهد عايزان نحن ناخده مع بعض سادة المشاهدين في كل مكان أننا نتعاهد أننا ندخل 20-23 برجننا اليمين ونعيش فيها بالأمل الأمل اللي إحنا نتحدى به كل الصعاب الدنيا مليانة صعاب الأمل اللي هنحقق به أحلامنا الأمل اللي حنحلم أحلامنا ونحققها به على فكرة من غير الأمل بيطفي النور وبنعيش في الظلمة صدقوني وتقف دقات الساعة الساعة العقارب تروح وقفها وما بيطلعش النهار صدقوني الأمل ده سر من أسرار السعادة مهما يحصل لازم يبقى عندنا التفاؤل والأمل أنا ما بقولش أننا في أحلى أيام لن تقول لي أنت يا تهزاري بقى يعني عيشة في الدنيا تانية بس حرجع أقول بس برضو مش في أوحش أيام إحنا كان عندنا أيام مرنا بيها أوحش من كده بكتير أنا وأقولش أننا عايشين أحلى عيشة بس مش عايشين أوحش عيشة خلينا دايما عارفين أنه الأمل هو القطار اللي بيوصل للمحطة بتاعة اللي كل يعني اللي كل واحد عايزه المحطة اللي كل واحد عايز ينزل فيها خلاص الأمل كمان من غير تفاؤل ما ينفعش لازم يبقى عندي الأمل مع تفاؤل ما تفضلش قاعد على الكرسي ولا الكنبة وعيد تندب بقى في حظك أصي فيه ناس يا جماعة قرارة يعني فيه ناس كده اسمها قرارة وفيه ناس ما عندهاش حاجة غير أنها تندب حظها وفيه ناس ما بتشوفش غير نص الكوبية الفاضي بجد حقيقي وفيه ناس ما تول الوقت شكاية بكاية الناس دول بعيدوا عنهم لأنهم طاقة سلبية حتتعدي منها أعود مع ناس عندها طاقة إيجابية خش 2023 من غير القرارة البكاية الشكاية الواحد مش ناقص تيجي تلاقي يا جماعة واحدة قاعدة مثلا مع واحدة صاحبتها ملك يا بنتي أصلي ما أنا حصل لي ومش عارف إيه وإيه 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 خلاص يا بنتي يعني إن واحد مش ناقص طما أنا كمان عندي بس خلاص لازم أرمي همومي وأتفائل ويبقى عندي أمل وتقعد بقى تلعن الدنيا والظروف وواحد عايز الدنيا تبقى حلوة حواليه ما تبقاش فيها حاجة وحشة طب الدنيا تبقى حلوة إزاي وإنت مسود عشتك ومش بتتحرك ولا بتحاول حتى ولا بتتعاون مع نفسك عشان تعيش أنا دايما بقول إنه الدنيا على فكرة يا جماعة كورة مش مربع ركزوا قوي في الكلمة دي إحنا في دنيا عبارة عن كورة مش مربع لو مربع ما فيش حد اللي بيقعد هنا واللي بيعي هنا واللي بيحصل إيه هنا عمر ما الظروف عنده بتتغير والحياة بتتغير إنما الكورة بتخلي كل شوية تمشي كده وتتحرك وتقلب 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 الواحد حزين بعد كده هتقلب معاك الكورة وهتبقى فرحان واحد فقير هتقلب معاك الكورة وهيكون عندك واحد نفسه يخلف هتقلب الكورة وهيبقى بس كله بأقدار الله طبعا طبعا الكورة يا جماعة جيم رباني خلقوا ربنا عشان نعيش فيه ونقبل ونتقبل ونستقوى ونتفائل ونحلم وده اللي بتمنى وحبيت أقول لكم عليه في 2023 اللي نفسي إن إحنا نبدأ بيه أنا ما بقولش إنه الأيام اللي جاية حلوة وتفقلوا عشرين تاتة عشرين دي هتكون يعني فولة وعمل رخاء لأ بالعكس إحنا ممكن نكون داخلين على العام الأسوأ بس خلينا متفقلين عشان المشاكل تقدر تبقى نقدر نحلها ونقدر نتحملها ونقدر نحن نعدي هتقولوني هو أمل إيه اللي أنت بتتكلمي عليه الأمل ده يا جماعة هو العكاز اللي حتتعكز عليه في الظلمة وتخرج به من الظلمة صدقوني مهما تواجه ومهما تقابل ومهما يكون عندك عيش بالأمل مريض خلي عندك أمل في الشفاء متضايق خلي عندك أمل إن مشاكلك هتتحل بس خلي عندك أمل بتمر بظروف مادية صعبة إن شاء الله هتتحل بس خلي عندك أمل ما تقفلاش ما تقولش لربنا أنت ليه عملت في كده أنت كأنك بتعمل كده يا جماعة أي واحد مش عجبه حاله ومش عجبه الدنيا كأنه بيقول لربنا أنت ليه عملت في كده بالعكس أنا أنا لما يبقى عندي مشكلة أقول الحمد لله أحسن من غيري وخلوا مع الأمل التفاعل حطوا بقى عليه كمان حاجة تالتة أنا بعمل وصفة النهاردة في المطبخ كأننا في المطبخ دي صدقوني مهمة قوي قوي الرضا الرضو ودي آخر حاجة أحب أقولها في كلماتي لكم في بداية عشرين ثلاثة وعشرين ويا رب تبقى سنة خير وربنا يا رب يسعد كل تعيس ويشفي كل مريض وينصر كل مظلوم وينجح كل مجتهد وربنا يكتب الخير لينا جميعا يا رب